برغم اقتناع كثيرين بضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن فبعض المستثمرين في الصناعة قلقون من تحول زيادة التمويل إلى فقاعة مع هدر أموال الشركات التي ليس لديها أرباح ولا منتج مبتكر ولا الخبرة المناسبة وعن مدى التأثير شهد سوق الأسهم في تايوان تخارج المستثمرين الأجانب بسرعة والتحول إلى بائعين لهذا العام مع تلاشي هوس الذكاء الاصطناعي ووفقاً للبيانات فقد بلغت المبيعات الصافية للصناديق الأجنبية ما يقرب من 14 مليار دولار منذ منتصف يونيو الماضي متجاوزة بذلك جميع التضفقات الواردة في وقت سابق من هذا العام لتتصدر الفلبين وتايلندا الدول الأسيوية التي عانت نزوح التضفقات التخارج الذي شهده السوق التيواني أصر بالسلب على الدولار المحلي لينخفض بأكثر من 3% خلال الربع الحالي مسجلاً العملة الأسوأ أداء في آسيا خلال هذه الفترة وفي جانب آخر حذر بنك أوف أمريكا من أن الذكاء الاصطناعي يعد حالياً فقاعة صغيرة تكررت في السابق فتاريخياً دفع الصعود المستمر في أسعار أسهم شركات الإنترنت عام 1999 جنباً إلى جنب مع البيانات الاقتصادية القوية بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء التجديد النقدي إلا أن الوقت الراهن يشهد بيانات اقتصادية ضعيفة مع سياسات نقضية تشددية فهل يشهد سوق الذكاء الاصطناعي فقاعة جديدة خلال العام مع امتداد البيانات الاقتصادية الضعيفة سنرى ترجمة نانسي قنقر